موسيقى الرئيس تيسي يؤكد أن القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة المصرية موسيقى إصابة كورونا في العالم تتجاوز 75 مليون والصحة العالمية تتواصل مع بريطانيا حول ظهور سلالة جديدة لكورونا بايدن يتفق مع الرئيس المكسيكي على نهج جديد لقضايا الهجرة التاسعة صباحا السابعة في جرانش موجزون إخباري جديداتكم من القاهرة أهلا بكم اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أميرة سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني لمتابعة المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير الفقرية على مستوى الجمهورية وفي لقاء آخر مع وزير الخارجية الأردني ووزير الخارجية الفلسطيني أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في جهودها الدقوبة تتجاه القضية الفلسطينية كونها من ثوابت السياسة المصرية قام رئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل بزيارة إلى مدينة بنغازيا الليبية مفادا من الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث نقل رسالة دعم وتأييد من الرئيس السيسي للشعب الليبي على مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية والتقى رئيس المخابرات العامة خلال الزيارة بالمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي حيث تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام والتأكيد على الجهود والتحركات المصرية الداعمة لمخرجات اجتماعات اللجنة المعسكرية 5 زائد 5 والتي أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم في استقرار الوضع العسكري والأمني بكفة ربوع ليبيا هذا كما التقى رئيس المخابرات العامة خلال الزيارة بالمستشار عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي وعدد من أعضاء البرلمان حيث تم التأكيد على دعم مصر لكافة مسارات التسوية الشاملة للأزمة الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي صرح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج السفير عمرو محمود عباس بأن وزارة الخارجية تتابع عن كثب موقف 17 صيادا مصريا تم توقيفهم من قبل السلطات التونسية بعد ضبط مركب الصيد الذي كان على متنه بحالة صيد غير مشروع جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية وأكد عباس استمرار السفرة المصرية في تونس في إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات التونسية المعنية للتأكيد من سلامة الصيادين المصريين ومتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقع قال نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان ان اتفاق الرياض تجاوز كل الصعوبات والعقبات لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن هذا وأضاف في تغريدة له على تويتر ان اتفاق الرياض انجاز سياسي وديبلوماسي وعسكري جاء بعد توافق كل الأطراف اليمنية على تقديم مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات وأعرب الأمير خالد بن سلمان عن تطلعه لنجاح الحكومة اليمنية في قيادة اليمن وشعبه إلى بر الأمان مشددا على أن السعودية ستستمر في نهجها الثابت بدعم اليمن رحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في إطار تنفيذ اتفاق الرياض معتبرا أن ذلك يمثل خطوة إيجابية نحو حل سياسي شامل للبلاد هذا وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسال إنه سيكون أم الحكومة الجديدة مهاما صعبة ستحتاج إلى اتخاذ قرارات مهمة وشجاعة من أجل اليمن وجميع شعبه مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدر جهود التيسير التي تبذلها السعودية ويشجع جميع جهات الفاعلة على ضمان التنفيذ السريع والكامل لجميع أحكام اتفاق الرياض أكد رئيس الوزراء العراقي مصفى الكاظمي أن العراق يواجه انهيار النظام والدخول في فوضى عارم ما لم يدخل في عملية قيصرية للإصلاح هذا وشدد الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء على أن الأزمة السياسية للعراق مرتبطة بثلاث قضايا هي السلطة والمال والفساد أعلنت وزارة الصحة عن خروج 324 متعافية من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 106481 حالة وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد أنه تم تسجيل 611 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمالية للفيروس وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لافتا إلى وفاة 28 حالة جديدة أظهر أحصاء لرويترزن أكثر من 75 مليون أصيب بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى نحو 1.700.000 ولا تزال أوروبا هي المنطقة التي تضم أكبر عدد من حالات الإصابة بواقع 21.600.000 حالة تليها أمريكا الشمالية بعدد 17.000.000 مصاب و900.000 وأمريكا اللاتينية بـ 14.000.000 مصاب و500.000 وأسيا بـ 13.000.000 مصاب أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتواصل بشكل وثيق مع مسؤولين بريطانيين حول اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا وقالت المنظمة في تغريدة عبر تويتر أنها ستواصل تلقي الأبحاث والمعلومات التي يصل إليها المسؤولون البريطانيون ومشاركة نتائج تحليلاتهم ودراسات الجارية على أن يتم الإعلان عن أي تطورات حول المزيد من خصائص هذا الفيروس المتغير وأي أثار له أعلنت الحكومة الهولندية حضر السفر القوي بين هولندا والمملكة المتحدة لجميع الرحالات اعتبارا من اليوم ويأتي هذا القرار بعدما أعلنت الحكومة البريطانية ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا تنتشر بشكل أسرع من السلالة الأصلية تحدث الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لأوبرادار عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حيث اتفق الرئيسان على الالتزام بالتعاون بين البلدين وقال أوبرادار على تويتر أنه هنأ بايدن على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة مشيرا إلى أنه أكد التزامه بالعمل مع الولايات المتحدة على جميع المستويات وقال مكتب بايدن في بيان إن الطرفين اتفق خلال الاتصال على نهج جديد لقضايا الهجرة الإقليمية في أمريكا الوسطى أعلن الرئيس الأمريكي ومنتخب جو بايدن ترشيح داب هالند لتولي منصب الوزيرة وزيرة الأمن الداخلي وستكون النائبة الديمقراطية هالند أول شخصية من سكان الأصليين تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ الولايات المتحدة كما أعلن بايدن أن إدارته ستعمل على مواجهة التغيرات المناخية بدأت قوات الأمريكية المتمركزة في الصومال الانسحاب وإعادة نشر جزء منها في شرق القارة الأفريقية وفق القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا وقال قائد القئيدة الأمريكية لأفريقيا أفريقا من الجنرال سيفن تاونسند في بيان إنه وقه بتفعيل قوات عمل مشتركة للإشراف على عملية إعادة تمركز قوات الأمريكية من الصومال إلى القواعد الأخرى في شرق أفريقيا هذا وأكد سيفن أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الشركاء الأفريق على بناء مستقبل أكثر أماننا سقط قتلى وجرح في انفجار سيارة بالعاصمة الأفغانية كابل هذا وقد أفادت وسائل الإعلام بأن الانفجار استهدف سيارة نائب برلماني في العاصمة إلا أنه نقى من الهجوم لكنه تعرض لإصابات متعددة نهاية الموجز وختمة نحط عن مسألة المشاهدين بأن تردد أكتر نيوز أتش دي هو 12303 معدل الترميس 27500 ومعامل التقطاب أفقي كنتم معكم أنا فيروز مكير أنتم سالمين اشتركوا في القناة